السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت مرشحات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي كتبت تقريبا قواعد وإضافات وتنقيض ويعني شوفوا استخرج الغريب أنا كاتبة نزلت فيديو قبل شوي الإنشاءات عن الإيميل وعن قطعة عن نفسك وعن عائلتك كل من فيديو ونزلت قطعة استيعابية yes or no يعني كل من فيديو لكن خليت فيديو واحد خاطر كل إنشاء تفتهموه واحد الإنشاء الأول واحد الإنشاء الثاني واحد القطعة الاستيعابية نزلتها فيديو بواحد خاطر تفتهموه شوي شوي وموجود كل شي القواعد يعني هسا مثلا قاعدة أي والآن أنا موجودة كاتبتها قاعدة المضارع البسيط قاعدة الhow all قاعدة الhow money كلها منزلتها بقوام التشغيل يعني فيديو خاص كاتبة عليه إنجليزي للصف السادس الابتدائي يلا حياتي خلينا نشوف القواعد هنا عندنا I with my family in Baghdad live low lives شوفوا ماماتي هذا قاعدة المضارع البسيط شو اسم المضارع البسيط؟ present symbol يقول لك المضارع البسيطة present symbol الآي والذي والوي واليو ياخذ فعل مجرد والشي والهي والإت ياخذ فعل زائد أس ما دام عدي آي أخذ فعل ما بيأس شوفوا هسا هذا لف ولبس هذا بيأس وهذا ما بيأس إذن عدي آي live آي وذي ووي ويو ياخذ لف إذا شي وهي وإت أخلي لأس يلا حياتي ماي براثر إز ذان مي أولد لو ألدر ما دام عندي ذان هي ما دام عدي إذان خلي ألدر بيها إي آل بس شوفون هذه الكلمة شوفوا ماماتي هذا الأي للأحرف الصحيحة والآن للأحرف العلة إحنا حافظين أحرف العلة اللي هي خمسة اللي الأي واليو والآي والأو والأ إذا هنا حرف علة أول كلمة وراء الفراغ أول حرف أول حرف من الكلمة اللي وراء الفراغ من حروف العلة نستخدم آن وإذا ما كو استخدم آن هي هاس بروك بروكين آرم هي ماست لو شلد قو تو هسبتل يقول لك إذا ساقك انكسار شلو تنصح تروح للمستشفى طبعا شلد نصيحة نخلي go to هاس هسبتل نخلي شلد مو مصد شلد يلا حياتي كلش مهمة هذا الفيديو حي المهم هاو أولد هم جبت هاو أولد إز لو آر أليس سستار يلا أسو واضح أي يعني هاو أولد هاو أولد خلي إز لعن ليش لعن بيها أليس إز هي هاف لو هاز اله والشي والأت ياخذ هاز شوفوا أمي إذا كان هاف إذا كان هنا هاف الفاعل آي وذي وي 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 لكن إذا كان هاز إذا يكون الفاعل هي وشي ويت من كلمة نو وهذا المضارع المستمر إضافة إ إ إذا عدي نو خلي لأ أبو إ إ إ إ إ إ إ إ ك لك هذي أدوات الرابط يقول أنا أحب الشاي وحب القهوة يعني يقول شوف يقول لك أنا أحب الشاي لكن لكن ما أحب I don't لكن ما أحب القهوة قيل لك I don't like coffee يعني نخلي but He is I لو أن قلت لكم engineer E اللي حرف العلة نخلي أن How are you old لو مني How are you old المني هاي كم العدد لكن How old are you نخلي old How box مادام عدي S نخلي money نخلي money مو old يلا أخذوا لها صورة Alice أنت وسام English very well speak لو speaks شوفوا أمي إذا كان بس وسام كان خليت S B إذا كان بس وسام كان خليت أبو S وإذا 2 يعني علي وسام خليت بدون S زين You are mom's job How many لو what's أقول شن المهنة أمك شن يا what's ده أسئلة How many شكيت أنا قلت كم العدد إذا عدي هناك كم العدد مثلا 8 8 باق يعني 8 حقائب 8 كتب 5 رحلات أخلي How many لكن ده جاي يسأل على مهنة أمك شن يا what's Gains is made are made ما دام عدي S أخلي أبو R يعني عدي S أخلي R My dad in the hospital work low work المضارع البسيط هي والشي والإيد داد يعني شن الأب يعني مفرد أخلي أبو الأس هنا عدي المفردات كلش مهمة هذي المفردات انتبهوا علي عدي تيتشار معلم فارمر مزارع انجينير مهندس ويتر نادل مطعم دكتور دكتور housewife ربوت منزل زين يقول لك how works at home آدم عدي home نخلي housewife شنو اللي تعمل بالبيت ربوت منزل how drives tractor هذا الجرار نخلي فارمر عدي how works hard هاد القبعة شنو تعمل عليها القبعة الصلبة انجينير المهندس هاي القبعة how works in school من اللي يعمل بالمدرسة من هو تيتشار المعلم طبعا اللي هنا قدامكم هاي how work صبتال من اللي يعمل بالمستشفى دكتور اخذوا لها صورة هاي الورقة كلش مهمة هنه عدي استخرج الغريب بس استخرج الغريب عدي مثلا نجيبوا لكم مولا ثلاث كلمات اربع كلمات يقول لك ترمبين هيا فاذر ما ذار لو كان هنا براظر هاي مو غريبة لكن فاذر ما ذار وهاي دكتور اذا هيا الغريبة الدكتور وين الفاذر وين الماذر وين الدكتور انجينيير ويتار بلي انجينيير مهندس ونادي المطعم والبلي يلعب بينه هذني حروف اجر اذا هاي هاي من حروف العلة هي الغريبة از ام لو هي هذني اشي سموها افعال مساعدة هذا الفاعل وحيدة شوفوا بليار والوركر يلعب وهذا يعمل اذا يتكلم عدي هذي التنقيط اللي هي التنقيط عليها يمكن عشر درجات خمس تغفر الله خمس درجات وسام اند علي اور برادار باعوا كلمة وسام وسام وعلي اول حرف كابيتال تنزل كلمة اند ما ليش اغلا بها علي ار تنزل برادار وخلي نقطة لو كان هنا قلت مثلا ادواء يعني اسألة دات سؤال كان خليت علامة استفهام لكن هاي قلت وسام آد علي يعني الجملة خبرية خليه نقطة ان شاء الله تستفادون من هذا الفيديو والتوفيق يا ربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة